يعني ربما سأبدأ معك مباشرة بأن هناك درابات من التحالف الدولي في الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية على أكثر من منطقة على الحدود السورية اللبنانية وغيرها إلى أي مدى اليوم حزب الله تم التضييق عليه في عملية إرسال الأسلحة الإيرانية إليه وبالتالي أصبح يستخدم المطار مطار بيروت لاستقبال الأسلحة الإيرانية في ظل حديث عن أنه يمنع العمال من تفتيش أي طائرات أو صنضيق قادمة من إيران دعينا نعود إلى بدايات قديمة قبل خمس أو ست سنوات لنقول أولا إيران لم تترك طريقة أو وسيلة لنقل السلاح من إيران إلى حزب الله إلا واتبعتها جوية وبحرية وأرضية بمعنى الطائرات سفن حتى سفن الشحن حتى طائرات ركاب المدنيين كانت تنقل من خلالها الصواريخ وأعتقد أن هناك كان قرار أمريكي واحد يتيم عام 2013 بالتفتيش الطائرات المدنية الإيرانية القادمة من طاران إلى دمشق وهبطت إحداهم في العراق وتم تفتيشها ولم يكن فيها السلاح لكن كانت حالة نادرة وكان الأمر مخطط له سابقا إنما إيران لم تترك طائرة شحن أو طائرة مدنية أو حتى لو كان طائرة ليست بشكل مباشر من طاران إلى دمشق أو من طاران إلى بيروت وكانت بشكل غير مباشر إلى مطارات أخرى إلا وكان فيها أسلحة إلى حزب الله هذه أولا ثانيا حتى عبر الطرق البرية لم تترك إيران طائرات الشحن أو برادات يعني شاحنات أو حتى برادات الخضرة أو حتى وسائل نقل بداية جدا إلا ونقلت أسلحة من خلالها نعود أيضا إلى قضية أخرى جدا كم من المرات الطيران الإسرائيلي قصف مطارات بسوريا سواء كان مطار دمشق أو مطار حلب وهناك مطارات في الداخل ورغم ذلك لم تتوقف إيران على قمية نقل الأسلحة إذن ننتقل إلى قضية حزب الله رغم أن خلال هذه الفترات خمس ست سنوات الطيران الإسرائيلي لم يتوقف عن ضربات في سوريا تمام يعني ضرب مستودعات ضرب مراكز محوث علمية ضرب أرتال من الآليات لكن رغم ذلك كل هذه الضربات لم ترتقي إلى مرحلة إخراج أو منع إيران من نقل هذه الأسلحة وأعتقد أن نصر الله قبل أيام قال كل ما نريده من أسلحة من إيران وصلنا وما زال يصل التباعا بمعنى أن عملية نقل الأسلحة مستمرة أيضا أقول لك أكثر من ذلك هناك أكثر من 11 نفق موجود ما بين من دير العشائر إلى سرغاية إلى منطقة القصير أنفاق يتم من خلالها أيضا نقل الأسلحة لأنه طبيعي عندما تنقل الأسلحة بشكل مكشوف تتعرض إلى ضربات الطيران أو الصواريخ الإسرائيلية أو التحالف لكن رغم ذلك لكن أعود إلى سؤالك الأخير أنه هناك فقط في مثلا في ميناء بيروت أو في مطار بيروت ميناء بيروت تكفي أن نتذكر نترات الأومونيوم التي تفجرت قبل سنوات وقتلت ما قتلته من اللبنانيين وكان مسؤول عنها حزب الله وتمت تغطية الجريمة ويلاتهم حتى حساب فيها أسوة بما تم تغطية جريمة اغتيال الحريري إذن أعود إلى قضية التحالف استهدف كثير من المستودعات أو استهدف كثير من أرتال نقل الشحنات لكن هذا الاستداف هو عبارة عن استداف جزئي عملية هذا قطع الوتين لمنع نقل الأسلحة ليس بهذه الطريقة هناك طرق أخرى كثيرة حقيقة يكفي أن نقول أنه ما زال معبر أبو كمال مفتوح مفتوح وهناك أنفاق تحت أبو كمال وهناك شحنات تصل يوميا وقبل أربعة أيام نقلت شاحنات عديدة طبعا قبل يومين كان هناك قصف من طيران مسير أمريكي إلى أحد هذه الشاحنات لكن قبلها بيومين تماما تم نقل رتل كامل إلى منطقة القصير ومن ثم دخل إلى بيروت وهناك أيضا مستودعات لحزب الله موجودة في جبال صنين هنا ملاحظة مهمة جدا لماذا نقول في مطار بيروت أو في مناء بيروت دائما عودنا حزب الله وحتى الميليشيات الأرانية أن تتخفى ضمن البنية التحتية أو الأهداف الهامة جدا يعني عندما نضع أسلحة أو توضع أسلحة لحزب الله في مطار بيروت أو في مناء بيروت وكأنه يقول للطرف الآخر تعالوا قصفوا مناء بيروت أو تعالوا قصفوا مصافي أو مستودعات أو أماكن موجودة بين المدنيين هذا هو يعني يوفر المبرر للطرف الآخر من أجل أن تتم عمل هذا الإسلوب يستخدموا حزب الله والميليشيات الأرانية منذ زمن بين المدنيين بين الأهداف الهامة التي بتدميرها ربما يتم تأثير على الطرف حزب الله أو على طرف الميليشيات ولذلك لا غرابة مطار دمشق الدولي ما زال فيه شحنات مطار بيروت فيه شحنات وتصل تباعا ومنذ حوالي أكثر من 12 عاما من عام أخطأ من 2007 سيطر حزب الله على المطار وسيطر على ميناء وكل المعابر